وصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته التمهيدية لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية استعداداً لانطلاق الجلسات بشكل رسمي جاءت أعمال الجلسة 13 لمجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الانتهاء من أعمال لجان المحورين الاقتصادي والاجتماعي أشهد المجلس خلال الجلسة بقمة المناخ والتي انطلقت بشرم الشيخ والبناء عليها في جلسات الحوار الوطني كما أشار مجلس الأمناء أيضاً إلى ترتيب الأولويات الخاصة بالقضايا التي تمس المواطنين بالجلسات الإجرائية مؤكداً على التوافق بين جميع الأطراف لطرح جميع الحلول من أجل مصلحة المواطن قطعنا في مجلس الأمناء اليوم في الجلسة رقم 13 شوطاً كبيراً جداً في القضايا والملفات محل النقاش داخل الحوار الوطني النهاردة في الحقيقة استهل مجلس الأمناء وكان حريص جداً على تقديم الإشادة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على تنظيم وإدارة قمة المناخ التي حققت نجاحاً كبيراً على المستوين المحلي والمستوى العالمي أيضاً وإن قمة المناخ تركت بصمة واضحة لدى الجميع كان مجلس الأمناء حريصاً على التأكيد هذه الإشادة الجلسة النهاردة كانت جلسة مهمة للغاية اللي بدأت بإشادة من غالبية الحاضرين بما حدث في مؤتمر المناخ غالبية أعضاء مجلس الأمناء حوار الوطن كانوا موجودين في شرم الشيخ الجميع إشادة بمستوى التنظيم الطيب والمذهل اللي بيكشف أن مصر قادرة طول الوقت على أن تستطيع تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى وده كان محل إجماع تقريباً وشي يدعو وبالمناسبة ده كلام مش كلام ناس قريبين من حكومة وناس مختلفين لا هذا الأمر كان محل إشادة من جميع الحاضرين في مجلس ومناء الحوار الوطن النهاردة وبالتالي ده بيدي حاجة مهمة جداً وهي أن حينما ننجح في عمل شيفاً أنه بيحوز رضا وإعجاب عدد كبير جداً من الموجودين